أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد لمادة الرياضيات الصف الثاني عشر آداب وإنسانيات درسنا لهذا اليوم هو الدراسات الإحصائية وطرق أخذ العينات الجزء الثاني أهداف درسنا لهذا اليوم سوف نتعلم في هذا الفيديو تمييز التحيز في طرق أخذ العينات تحديد طريقة لأخذ العينات تضمن الحصول على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة أما الآن أعزائي الطلبة دعونا ننتقل إلى تدرب 11 بيج 17 وذلك لمراجعة ما تم دراسته سابقا والآن لدينا التمرين التالي ما نوع الدراستين الموصفتين أدنى؟ فرع A يريد مدير محمية طبيعية معرفة نسبة الزائرين الذين يخضرون أطفالهم معهم فطلب من أحد الموظفين عد الزائرين الذين يخضرون بدون أطفال والآن ما هي الدراسة أعزائي الطلبة التي تتم من خلال المراقبة فقط دون طرح أي أسئلة ودون إجراء أي تجربة؟ إنها الدراسة مبنية على المشاهدة فرع B تختار صحيفة محلية مجموعة من ساكني المدينة لسؤالهم عما إذا كانوا يدعمون تنفيذ مشروع معين فيها أم لا؟ ما هي الدراسة أعزائي الطلبة التي تعتمد على طرح الأسئلة؟ إنها دراسة مسحية على عينة أما الآن دعونا ننتقل إلى المثال الثاني بيج 13 يقول المثال هل يمكن التفكير في التحييز على أنه سبب في وجود فوارق بين المجموعات في الموقفين أدنى؟ فرع A أجرى طبيب نفسي دراسة مسحية لتحديد مستويات السعادة لسكان أحد الأحياء السكنية وطرح نفس الأسئلة على عينتين مختارتين من هذا الحيط الحيط الأولى شملت الدراسة 100 شخص وجرت صباح يومي أحد بنسبة 35% من السكان قالوا أنهم سعداء أما العينة الثانية فكانت شملت الدراسة 100 شخص وجرت عصر يومي جمعة مشمس وكانت النتيجة 65% من السكان قالوا أنهم سعداء الآن دعونا نفكر سويا أعزاء الطلبة ما الذي قد يؤثر في نتيجة الدراسة عند سؤال المشاركين عن آرائهم؟ دعونا نفكر سويا من الممكن أن يكون مكان الإقامة أو الوقت من النهار أو اليوم من الأسبوع أو أيضا طريقة طرح السؤال أيضا ممكن أن تكون من الأشياء المؤثرة في نتيجة الدراسة والآن ما معنى التحييز؟ ولماذا من المهم التحقق منه عند إجراء دراسة؟ يؤثر التحييز في طريقة تفاعل الناس مع الدراسة عند وجود تحييز لا تكون النتائج لهذه الدراسة دقيقة فإذن السبب في اختلاف النتائج بين هاتين الدراستين يعود إلى التحييز لأن الظروف التي تم فيها مسح العينتين قد تؤثر في ردود أفعالهم يكون في الدراسة تحييز إذا نتج عنها بشكل ممنهج نتائج لا تمثل مجتمع الدراسة وقد يكون في الدراسة تحييز أيضا إذا طغى في العينة عدد فئة معينة من المجتمع على عدد فئة أخرى ومثال على ذلك عند استطلاع آراء الأشخاص في موقع الكتروني معين من المرجح أن يشترك أكثر في الاستطلاع مستخدموا الإنترنت بوتيرة عالية مقارنة بالذين لا يستعملونه عادة أي أن يمكن إضفاء صفة التحييز على العينة بطرق أخرى على سبيل المثال قد تتضمن دراسة مسحية أسئلة تؤثر في الإجابات بطريقة أو بأخرى وهناك للتفكير أيضا أعزاء الطلبة لدينا نصيحة دراسية هناك فرق بين التحييز الشخصي مع فكرة ما أو ضدها والتحييز الإحصائي رغم أن التحييز الشخصي قد يؤدي إلى تحييز إحصائي إنما للتحييز الإحصائي أسباب عديدة أخرى أما الآن دعونا ننتقل إلى فرع بي من هذا المثال أرادت إدارة إحدى المدارس معرفة متوصلة طول قامات طلابها فاختارت بعض الطلاب عشوائيا وقاست أطوالهم لتتوصل إلى أن أطوال بعض الطلاب أقل من 5 فيت بينما أطوال بعضهم الآخر يفوت 6 فيت أي 5 إنش والآن هناك تنوع بين هذه النتائج ولكن أريد التنويه أعزاء الطلبة إلى أن هناك تنوع طبيعي هنا التنوع الطبيعي يعني الاختلافات الطبيعية الموجودة بين المشاركين من دون أي تأثير خارجي وتنتج عنها دراسة غير متحيزة أي أن هنا إن حقيقة أن قيم بعض البيانات التي تم تجميعها مرتفعة جدا أو منخفضة جدا لا يشير بالضرورة إلى وجود تحيز فمن الطبيعي أن يتضمن مجتمع دراسة مكون من طلاب مدرسة ثانوية تنوعا واسعا في أطوال القامة قد تتضمن عينة مختارة عشوائيا بشكل صحيح عناصر من كلا الطرفين أما الآن دعونا ننتقل إلى التمرين الثاني بيج فورتي أوقف الفيديو عزيزي الطالب وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك تتصل شركة مشروبات غازية في 500 شخص بشكل عشوائي وتسألهم هل منتجنا هو الأفضل في السوق أم منتج الشركة المنافسة؟ لماذا يعد سؤالا كهذا مثالا على التحيز؟ في البداية عزيزي الطالب قد نعتقد بأن سؤالا كهذا هو ليس متحيز لأنه يتعلق بسؤال المشاركين عن آرائهم ولكن في الحقيقة بأن سؤالا كهذا يعتبر من الأسئلة الموجهة أي أن مضمون السؤال يوجه رأي المشاركين إلى إجابة معينة يريدها صاحب هذه الشركة مثلا فإذن السؤال متحيز لأن طريقة طرحه قد تدفع المشاركين إلى إعطاء الإجابة التي تريدها الشركة أما الآن دعونا ننتقل إلى المفهوم بيج فورتين طرق أخذ العينات لاختيار عينة من المرجح أن تمثل مجتمع الدراسة يجب اختيار عناصر العينة بشكل عشوائي الطريقة الأبسط للاختيار بشكل عشوائي هي استعمال عينة عشوائية بسيطة عند اختيار عينة عشوائية بسيطة تكون احتمالات اختيار جميع العناصر في الدراسة متساوية وكذلك تكون احتمالات اختيار العينات ذات الحجم المطلوب أيضا متساوية والآن لدينا طريقتين من الطرق تحت بند خطر تحيز مرتفع أي أنها تؤدي إلى تحيز بشكل مرتفع الطريقة الأولى هي استعمال طريقة الاختيار الذاتي لأخذ العينات وهي أخذ عينة مكونة من متطوعين الطريقة الثانية هي استعمال الطريقة المريحة لأخذ العينات وهي أن تختار موضوعا أنت على دراية جيدة به أو يمكنك الحصول على معلومات عنه بسهولة ولدينا ثلاثة طرق هي تجنب التحيز ولكن يجب توفي الحذر لذلك الطريقة الأولى هي الطريقة المنتظمة الطريقة المنتظمة لأخذ العينات هي أن تختار عشوائيا عنصرا واحدا من مجتمع الدراسة ثم تختار بقية عناصر العينة باستعمال قاعدة من قبيل كل ثالث عنصر من مجتمع الدراسة مثلا الطريقة الثانية هي الطريقة العنقودية الطريقة العنقودية لأخذ العينات هي أن تقسم مجتمع الدراسة إلى عناقيد مناسبة على أن يتم اختيار عناقيد بأكملها عشوائيا لتشكل العينة الطريقة الثالثة وهي الطريقة الطبقية الطريقة الطبقية لأخذ العينات هي أن تقسم مجتمع الدراسة إلى مجموعات تتسم بخصائص مشتركة ثم اختيار عينة عشوائية من كل مجموعة والآن أعزاء الطلبة ما الفرق بين الطريقة المريحة لأخذ العينات وطريقة الاختيار الذاتي؟ تتضمن الطريقة المريحة لأخذ العينات سؤال الأشخاص القريبين منك فقط عندما تقرر إجراء الدراسة بينما في طريقة الاختيار الذاتي لأخذ العينات قد تعطي عدداً أكبر من الناس فرصة المشاركة في الدراسة المسحية التي تجريها لكن النتائج لن تشمل إلا الأشخاص الراغبين في الإجابة عن السؤال المطروح دعونا الآن ننتقل إلى المثال الثالث باش 15 ما الطريقة المستعملة لأخذ العينات في الأمثلة الآثية؟ هل من المرجح أن تكون متحيزة؟ فرعاة بدءاً من رقم الهوية اختير عشوائياً من سجل إحدى المدارس يتم اختيار كل خامس طالب لملء استبيان الدراسة المسحية ما هي الطريقة أعزاء الطلبة التي تشمل مثل هذا الاختيار؟ كل خامس طالب أي أننا سوف نقوم باختيار الطالب الأول ومن ثم سوف نقوم بالعد الأول الثاني الثالث الرابع الخامس أيضاً سوف يكون من العينة ثم نعود بالعد مرة أخرى الأول الثاني الثالث الرابع الخامس سوف يكون من هذه العينة ما هو نوع هذه الطريقة؟ إنها الطريقة المنتظمة لأخذ العينات القاعدة هي اختيار كل خامس طالب لذا من غير المرجح أن تكون هذه الطريقة متحيزة دعونا ننتقل إلى الفرعبي يضع تاجر بطاقات تقييم عند باب متجره أجاب 22% من الزبائن عن الأسئلة المطروحة في بطاقة التقييم والآن أعزائي الطلبة هل الذين قاموا بالإجابة هم ممن اختارهم هذا التاجر فعلياً؟ هل كانت هذه الإجابات بالإكراه أم أمنهم كانوا من المتطوعين للإجابة على هذه الأسئلة؟ إنهم من المتطوعين فإذن هذه الطريقة هي طريقة الاختيار الذاتي لأخذ العينات وتشمل الأشخاص الذين قرروا طواعية الإجابة عن أسئلة الدراسة فقط وبالتالي هذه الطريقة ليست عشوائية ومن المرجح أن تكون متحيزة فرعسي تريد بلدية أحدى المدن معرفة نسبة السكان الذين يقتنون قطاً وللقيام بذلك سأل موظف البلدية السكان المقيمين في المنازل المحيطة بمبنى البلدية عن نوع الحيوان الأليف الذي يقتنونه ما هي هذه الطريقة أعزائي الطلبة؟ هل قام بسؤال الأشخاص القريبين منه فقط؟ أم أنه سأل في أماكن بعيدة أيضاً؟ هذه الطريقة هي الطريقة المريحة لأخذ العينات لأن العينة أخذت من بين سكان حي واحد من أحياء المدينة لذا من المرجح أن تكون هذه الطريقة متحيزة لأن أعداد الحيوانات الأليفة في الأحياء الأخرى من المدينة قد تكون أقل أو أكثر من عددها في الحي المحيط بمبنى البلدية والآن أعزائي الطلبة دعونا ننتقل إلى التمرين الثالث بيج 15 ما الطريقة المستعملة لأخذ العينات في الأمثلة الآتية؟ هل من المرجح أن تكون الطريقة متحيزة؟ أوقف الفيديو عزيز الطالب وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك جرى تصنيف مجتمع الدراسة ضمن مجموعات بحسب الفئة العمرية واختيار عينا عشوائية من كل مجموعة فإذن أعزائي الطلبة ما هي الطريقة المستعملة لذلك إذا تم تصنيف مجتمع الدراسة ضمن مجموعات حسب الفئة العمرية أي أنه حسب صفة معينة موجودة في هذه العينا إنها الطريقة الطبقية إنها عينا طبقية وهي عينا غير متحيزة طالما أن العينات المختارة من كل مجموعة تعكس النسبة المئوية للفئة العمرية من مجتمع الدراسة بالإضافة إلى أنها تجربة عشوائية والآن فرع B جرى اختيار عدد من المستشفيات عشوائيا في منطاطق مختلفة من البلاد ثم اختيار جميع الممرضين في كل مستشفى أي أن هناك مستشفيات وهذا المستشفى يحتوي على عدد كبير من الممرضين ومن ثم قاموا باختيار مجموعة من هذه المستشفيات ما هي الطريقة التي تتحدث عنها هذه العينات؟ إنها عينا عنقودية كل مستشفى في البلاد هو تجمع وقد اختيرت بعض المستشفيات التجمعات لتكون جزءا من العينا إنها غير متحيزة طالما أن اختيار المستشفيات كان عشوائيا بالفعل دمتم بخير أعزائي الطلبة وإلى لقاء آخر في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة